بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبيه الكريم وآله وصحبه الطيبين الطاهرين وبعد مرحبا بكم في قناة الأستاذ حيقون أسامة لمادة الأدب العربي أعتذر بشدة على الغياب الطويل على بلكم للجنازة وعلى بلكم ظروف الجنازة كيفاش تكون وغير ذلك لذلك أنا أعتذر بشدة طبعا اليوم أجيب على هذا السؤال كيف أراجع الأدب العربي كيف أنطلق كيفاش نبدأ كيفاش تخلطتلي راني خايف راني كذا إلى غير ذلك يعني نقول لكم الحقيقة هذا راح شعور طبيعي جدا أنه الإنسان يخاف في هذا الوقت يعني في ظل هذه الظروف يعني الباك ما لبناش المصير تعوي في هذه اللحظة وشيني هو وبالتالي راح تخاف بشكل طبيعي جدا إذن اليوم راح نعلمكم كيفاش تراجع الأدب العربي كيفاش تبدأ من الزيرو وكأنك أول مرة راح تبدأ اتراجع إذا بديت إذا كنت عندك الطلاع ولا كنت تتبع فيها من بداية السنة أو كذا راح تلاحظ بأنه عندنا طريقة معينة نرانا نمشو بها إذا ما زال ما بديتش اليوم هذا الفيديو راح يعلمك كيفاش تبدأ تراجع من نقطة السفر طبعا لابن نحن بأن موضوع الأدب العربي موضوع الأدب العربي موضوع الأدب العربي نهار الامتحان تعالى الباكالوريا ينقسم إلى ثلاث أقسام أنا نشوف الأدبي هنا ينقسم إلى بناء فكري وبناء لغوي وبناء ولا تقييم نقدي طبعا كل واحد عليه جملة من النقاط هذا عليه ثمانية هذا عليه ستة ولا هذا عليه عشرة ستة ربعة عشرة ستة ربعة ولا ثمانية ثمانية ربعة ولا العلميين عدم ثناعش ثمانية معناها إذا كنت أدبي عندك ثلاث أجزاء إذا كنت علمي عندك جزئين فقط وبالتالي نعلمكم كيفاش تراجعوا الأدب العربي درك السؤال اللي راح دائما يطرح على الأستاذ حيكون السما منطرف تلاميذ يا أستاذ هل نبدأ بالبناء اللغوي وعلا نبدأ بالبناء الفكري منين نبدأ هاك وعلا هاك أنا أفضل أنا شخصيا أفضل أنك تبدأ بالبناء اللغوي قولوا لي آل أرد أنت سأبدأ بالبناء اللغوي كي تتعلم الكثير من الأشيائق وبعد ذلك اليوم أ Ved nobody تبدأ لبناء الفكري لازم تحلل الحصي البناء الفكري لكل وال overwhelm أنك تتعلب البناء الفكري لازم تحل الحصي تحلب سوّجي ، أكيد رح تلقى فيه بيناء فكري وبناء لغوي ومعناها مكتش رح تتوقف معناها رح تحل له كامل وبالتالي إذا حضرت بناء اللغوي الـ advance وتابدت حل السوّجيات تلقى ورح حكم ابنت في البناء الفكري اكيد رح تلقى بناء اللغوي رح تتوقف عليك تتوقف لأنك مش مراجع مش محظرو مش قاريه باختصار وبالتالي أنا أفضل أنك تبدأ بالبناء لغوي دائما كما نقولكم كيفاش نراجع البناء اللغوي نحن على البناء بالبناء اللغوي فيه أربعة إلى خمسة أسئلة وكل سؤال يمثل سلسلة من سلاسل الأدب العربي ولا يمثل علم من علوم اللغة العربي صح؟ عدنا أربعة أسئلة ونفصل فيها ذلك بالتفصيلة عدنا السؤال الأول اللي رح يجينا من سلسلة البناء عدنا السؤال الثاني اللي رح يجينا من سلسلة النحو والصرف سلسلة سلسلة ولكن في الباكي يجينا مع بعضهم وعدنا سؤال آخر رح يجينا من سلسلة البلاغة وعدنا السؤال الرابع إذا كنت أدبي وخيرت شعر رح يجيك من سلسلة العروف إذا العلمي ما عندكش هذا السؤال السؤال الرابع رح يعوض لك بواحد من الأسئلة هذا شوف بعد البناء وش قلنا فيه البناء على بنابل اللي فيه ثلاث أجزاء ثلاث أجزاء اللي فيه القرائن اللغوية وهذا درس مهم جدا قرائن اللغوية درس مهم جدا لا تكاد البكالوري يدخلوا منه وعنده اسم واحد آخر مالله الاتساء عنده اسم واحد آخر أدوات الرب ما تفهمين؟ إذا القرائن اللغوية اللي رح أنت تراجحهم تراجحهم كيفاش تراجحهم بالتفصيل معناها تبدأ بالقرينة قال منين جبتها من منين جبتها إلى منين جبتها وغير ذلك كان فيديو عليها رح نطولكم في الأسفل درس القرائن اللغوية ثم تنتقل إلى درس آخر وهو درس مهم جدا وهو درس الحقول الدلالية الحقول الدلالية ولا الحقول المعجمية ولا المجالات الدلالية وعندها حتى اسم آخر اللي هو الفضاء الفضاءات بمعنى السؤال الثاني رح يكون لك الحقول الدلالية لازم تراجحها كفان راجع الحقول طبعا هذه الحقول على حساب النوع القصيدة اللي رأها عندك إذا كانت قصيدة سياسية أكيد رح تكون حقول سياسية إذا كانت قصيدة اجتماعية أكيد رح حقول تكون اجتماعية إذا كانت قصيدة دينية أكيد رح تكون الحقول دينية الحقل السياسي أكيد حقول السياسي معروفة حقل المقاومة حقل الاستعمار حقل الشجعان حقل الاجتماعي حقل الفقر حقل الغناء حقل كذا حقل الديني حقل متح النبي صلى الله عليه وسلم حقل الزهد حقل التوبة حقل وغير ذلك من الحقول معناها كل حقل عنده مربوط بنص معين وهذا النص عنده حقول مشهورة معنا معروفة هذه الحقول وبتالي أول حاجة نبدأ نراجع فيها كي نبدأ ننظم في كرة ستاعية نحوط كرة ستاعية كناش رح نبدأ نراجع ندير البناء اللغوي نكتبها أولا سلسلة البناء قراءة اللغوية نكتب درسة نراجع ونفهمه الحقل الدينية نكتب درسة تاعي نراجع ونفهمه الحاجة الثالثة مهمة جدا وهي العلاقات المعنوية والعلاقات المعنوية العلاقات المعنوية تعرفوها وحدة البيت وحدة الموضوع وحدة العضوية وعلى بلكم بالله هذه قرناهم نحن بالترتيب وحدة البيت مربوطة بعصر الضحر وحدة الموضوعية مربوطة بالمقال والشعر السياسي وغير ذلك وحدة العضوية مربوطة بالشعر الرومانسي والشعر الحر وغيره داري بمعنى احنا وشنين؟ بمعنى أنني بديت اليوم رح نراجع هاني ريحت هاني ريحت هاني ريحت هجبت تكرره ستاعي اكتبت أولا رح نبدأ نراجع بنا لون أولا البناء اللغوي ألف ألقى ألف سلسلة البناء لازم ترتبه بماذا الشكل إذا ما رتبت مش بهذا الشكل معنى همكش رح تقدر تراجع سلسلة البناء القرائن اللغوية نكتب درستاعي بالتنظيم والترتيب ولازم يكون ملون ما تكتب ليش بلون واحد لأنك فيما بعد رح تتعب ثانيا الحقول الدلالية نكتب الحقل السياسي الحقل الاجتماعي الحقل الدلي نرح ندير بعض الحقول اللي نحتاجها العلاقات المعنوية وحدة البيت وحدة الموضوع ورح تلقاوا الفيديو التاحل كل سلسلة راح نحط لكم الدروس التوحف في أسفل الفيديو النحو الصرف النحو الصرف عندنا إعراب المفردات عندنا إعراب مفردات اللي هم الحال التمييز البدل عطف البيان عندنا اثنين من إعراب مشهور ثاني إذا ولو ولولا وعلى بدنا بالإذا هذه أعلى بدنا فيها واحدة إشكالية بسيطة جداً أنا عندها أنواع بزاف وهي موجود درستاحة بسيط جداً وعلى بدنا بالإذا يطرح عليها سؤالهم بكالوريا وشين هي هذه السؤالات اللي يطرح عليها؟ اللي هي الدلالة والإعراب لازم نعود وعارفينهم لو ثاني يطرح عليها سؤال بكالوريا اللي هي الدلالة والإعراب لو لك ذلك وغير ذلك معناها هذا عندك إعراب مفردات وش عدنا؟ عدنا الحال والتمييز بدل وعطف البيان عدنا إذا و لو هذو ما نسموهم؟ نسموهم إعراب ماذا؟ المفردات صح ومن بعدها نروحوا الإعراب الجمل إعراب الجمل لابد لكم بالإعراب الجمل لكم راكم تلاحظوا بالكين جمل دائماً جي في البكالوريح وهي جملة سلة الموصول جملة مشهورة بكالش منها مستحيل يجي باكم بجيش هذه الجملة متهمي؟ جي في سجلولة معناها جملة سلة الموصول جملة مضمونة إن شاء الله بإذن الله ما نراجع سلة الموصول؟ نراجع جملة نقول القول الجملة الأكثر شيوعاً في البيان بعد سلة الموصول معناها سلة الموصول هي الأولى جات بزاف ومم بعدها avenعت ومم بعدها نعت اللي هي الصفة وبعدها جات الخبر الخبر بأنواعه خبر كان خبر إن ومم بعدها نراجع بعض الجملarette التي ليس لها محمل العراب كالجملة الإعتراضية جات مرتين فالباعك الجملة الاستئنافية جملة جواب الشرط نريجى هناك نراجع الدرس إ possibil كشتراني درتراني ضربت عصفوريني بحجرين واحد شين هما اني رجعت درس اذا رجعت جملة المضاف اليه ورجعت جملة جواب شرط معناها انتك جي رجعت هنا جمل ورجعت اينه صح يا اخويا كملنا درس عربي الجمل ايش قلناك اني بده وصلت المصور ركزوا عليها بزاف نركز على الاقية ما اقول قول بزاف نركز على النعت والحال ونركز على الاخبار بزاف و جملة جواب شرط اكيد هذه من فيها شهادرة وبعدها نروح وشيني للتصريف تصريف الفعل مع الضمائر الغائب تصريف لنتقل الى السلسلة الثالثة السلسلة الثالثة وش cute عدنا درس الصور البيانية درس الصور البيانية ماذا عدونا بصور البيانية؟ tętere ش marked for audio علえるため الصور البيانية عند اجد اسئلة جاليها اللي هي استخرج بيّن نوع ثم نشرح مبيّناً أثرها البلاغي معنى هذو ربع أسئلة هم اللي راح نحتاجهم نتعلم كيفاش نستخرج نتعلم كيفاش نبيّن النوع قال استعارة مكنية والاستعارة الصراحية نتعلم كيفاش نشرح قال شبه الكاتب كذا بكذا ولا نديرها بطريقة الجد واللي علمتها لكم ونتعلم كيفاش ندير أثر البلاغي ننتقل إلى نقطة ثانية معنى كملت صور بيانية التاعي نروح إلى أمر مهم جداً وهو المحسنات البديعي وهذا أمر مهم جداً محسنات البديعية هذا درس نستهزو فيه بزاف نقولوا ممكن يجي ممكن ما يجيش هذا تع صغار تع ربع متوسط لا لا محسنات البديعية تؤثر بشكل مباشر في النص لأنك إذا كثرت المحسنات البديعية في النص عارفوحك رك تتعامل مع زوج من الناس يارك تتعامل مع البشير الإبراهيمي يارك تتعامل مع عصر الضعف معناها عصر الضعف وليكثر فيه محسنات البديعية لأنها تعتبر خاصية خصائص عصر الضعف بمعنى أنتك تتلقى المحسنات البديعية بذلك معناها تتعامل مع عصر الضعف وذلك لازم ترجع كان يقول لك من خصائص عصر الضعف ما هي خصائص عصر الضعف ستقول له استعمال المفرط للبديع ومن بين أمثلة ذلك كذا وكذا وكذا معناها تخرج له أمثلة ما تفهمون إذا كان أيضا تتعامل مع البشير الإبراهيمي أيضا من هذه الم beweيضة استعمال البديع وبالتالي إن تلما تعلم مع هذا الزوج لازم تدير حسابك المحسنة البديعية إضافة إلى أن الطباق على بلكم باللغة الطباق يستعمل لتقوية المعاني معنى الطباق يستعمل لتقوية المعنى بمعنى أنت لازم تعود فهم هذا الشيء معنى محسنة البديعية ما تقرهاش بركك ذاقرى محسنة البديعية وخلاص له الأذر التحى ثاني مهم جدا كان يقول لك استخدم الكاتب محسنة بدعيا في النص أكيد أنت يروح باللغة الطباق لماذا في الرأي؟ للتوضيح والتقوية والتأكيد لأننا المحسن البديعي هذا نلقاه في يستعمل أيضا للتقوية والتأكيد وبتالي مهم جدا هذا الأمر الأمر الثالث وهو الأسليب البلاغية هذا السؤال الذي ربما لا تخلو منه باكالوريا معنى ربما ما كانش باكالوريا يعني مهم جدا هذا السؤال بمختصر مهم جدا هذا السؤال أصدب إن شائل اللي هم الأمر والنداء والنهي والاستفهام أصدب الخبري اللي عنده أغراض بزات ورايحين هذا الحويج نشوفوها مع بعض يعني هذا أمر مهم جدا ثم نروحوا للتقطيع العروضي التقطيع العروضي مش عدنا؟ عدنا الكتابة العروضية نتحاسبوا عليها عدنا الرموز نتحاسبوا عليهم وعدنا أيضا التشكيل أيضا ولا الضغط بالشيخ نتحاسبوا عليه وإيجاد التفعيلة أيضا نتحاسبوا عليها هذا لازم تتعلم معايا في الفيديو بتاع العروض اللي رح نديل لكم ثاني بأجزائه الثلاثة بمعنى انتظرك خلاص كملت البناء اللغوي لكرك واجد ركز معايا لازم تفهموا على الحاجة ركز البناء اللغوي رأس ساهل لا تافه شوف تفهم هذا الحويج تقدر تحل أي سوشي بالصحة الحل تحل السوشي رح يكون حل ناقص عليها ناقص لأنك مزم قررت بناء فكري لو كانت قرى البناء الفكري مثلا رح تحل شعر السياسي لازم تعدوا تطبقهم هذا مكملهم هذا خلاص كملتهم رح في الباقاج بعد قرية الشعر السياسي ورح تتحل في موضوع الشعر السياسي رح تلاحظ فرق كبير كبير بزاف كفاء تلاحظ فرق كبير أنك خلاص تمكنت من هذا الدرس وزيد بزيادة رح تحس بنوع من السعادة شني السعادة؟ أنك فرحان أنك قدرت تتحل لمكش ما في تتحل لازم تتحل عادي بسيط جدا وبالتالي شني لما تروح للشعر السياسي تحل البناء الفكري وتزيد تروح للبناء اللغوي تزيد تحل وتفرز انتهى الأمر معناها نترك ناجح إن شاء الله خلاص كمانا البناء اللغوي هذا قعوش نحتاجه معناها نكراس كل ناش خاصة بالبناء اللغوي كمانا ننتقل إلى جزء الثاني وهو التطبيقات المكثفة نروح نجيب تطبيقات مكثفة في هذا ليس هناك تطبيقات بزاف هذا ليس هناك تطبيقات في إذا نبدأ نحل تطبيقات 30 و 20 تطبيق الجمل 12 و 15 جملة هم كانين فيديوهات عندي في التطبيقات ممكن تلقوهم عندي عادي ثم صور بيانية كانين تطبيقات محسن بديية كانين تطبيقات العروض يعني حل قد ما تقدر كيتكمل هذو تطبيقات تقول لي وين نلقوهم تطبيقات تطبيقات أكيد سنجعلهم أيضا في الوصف إن شاء الله بإذن الله أنا موجودين حاجة مهمة جدا كيتكمل هذو كامل تستطيع الانتقال للبناء الفكري ها سيدي ها هاي ضكة خلاص كملنا هذو نروحه للبناء الفكري كيفاش نراجع البناء الفكري أول حاجة لازم تديرها لازم ترتب روحك وفق العصور والله الأزمينة وش عدنا العصور هو ما العصور العصور الأدبية وش عدنا كيفاش تبدأ كيفاش أصلا فرح تبدأ عدنا ثلاث عصور وش عدنا عدنا العصور عدنا عصر ركز معي ركز معي عدنا عصر الضعف عدنا عصر النهضة وهذه يسموه بعض الأساتذة الحديث والمعاصر ولكنني أنا أفضل أن المعاصر وحده لأن الشيع العربي المعاصر وحده والشيع العربي الحديث وحده لازمني نفصلهم لا قلوا أستاذ ركين رح الأستاذ في القليصة مش قنة قلنا العصر الحديث والمعاصر ما ليش أنا معاك في هذا الأمر بس حلو كان يجيك يقول لك عرفت القصيدة العربية الحديثة مظاهر التجديد ما هي اسمعلي مليح مظاهر التجديد في القصيدة العربية الحديثة وشني تديرت على الرومانسية أو تديرت على الشعر الحر هناك تخلط إذا إذا قلنا القصيدة العربية الحديثة نبدلها أفضل القصيدة العربي والشعر العربي الحديث علاه لأنه عنده مظاهر تجديد هذا خاص به ومن بعد الشعر العربي المعاصر هذا ثاني عنده مظاهر تجديد خاص به لأن الشعر العربي الحديث عنده مظاهر تجديد خاص به وشعر العربي المعاصر عنده مظاهر تجديد خاص به راح يطرحنا عليها سؤال في باكالوريا ما مظاهر تجديد في القصيدة العربية المعاصرة باكالوريا 2019 شعبات اللغات ما مظاهر التجديد في الشعر العربي الحديث بكالوري 2008 وشعبت أدو في السلام هذا يقصد في حاجة وهذا يقصد في حاجة أخرى تماما لو كان يقول لك ما مظاهر التجديد في القصيدة العربية الحديثة والله يقول لك مظاهر التجديد في القصيدة العربية المعاصرة عيسى عيسى تصور هنا كملتك وجد شكرا هلو أستاذ الإنجليزية بركة رح يصور بعدها ودير لعشان أرواح تشو أو أستاذ الإنجليزية أو يعرقني الله أرامي على إجائكم أربي أ عائمكم إن شاء الله فإن الله بالله أر Williams أربي و فقهم الله يجزيك ote licensing الله إش G Gore eler الله يجزيك شيخ بركه الله إذا نواصل mettreV وشكنا نقوله قلنا إذا كان قل الي القصيدة العربية الحديثة ما مظاهر التجديد في القصيدة العربية الحديثة يحكي على حكاية إذا كان قللى مظاهر التجديد في القصيدة العربية المعاصرة ويحكيه إلى حكاية أخرى تماماً وبالتالي أنا علش فصلت لكم الحديث عن المعاصر باش يكون واحداً مدولوا المظاهر تلك صح إذا قال لي عصر الضعف راح يحكي لك على واحدة من هذا الثلاث عدنا المدائح عدنا الزهد اللي العلميين يسموه الشعر التعليمي وعدنا النصر العلمي المتأدب والنصر العلمي هذو راح ينشوفوه من بعد النصر العلمي والعلمي المتأدب وراح ينشوفوه من بعد إن شاء الله عدنا العصر الحديث راح يقصد لك في حاجة من ثلاثة يقصد لك في السياسة والله يقصد لك في الرومانسي والله يقصد لك في المقال وعدنا الشعر العربي المعاصر يقصد لك في الشعر الحر الشعر الحر في حكايات بزاف اللي هما الالتزام اللي هما الحزن اللي هما الرمز واللي هما الغموض ظاهرة جديدة بعدنا نهضر عليها صح هنا المقال الحين هدروا على الحكاية يسموها التجديد هذي جديدة السياسي تشوف فاش تراجع ذوك هذا وش عندك تتعذرك اولا جبدت الكراس تتعقدك بيناء اللغوي حطينا كراس بيناء اللغوي بجهة جبدنا كراس بيناء الفكري والله نقسم كراس على اثنين راح نبدأ بيناء الفكري اهي بسم الله عصر الضعف اولا راح نراجع المدائح الله يبارك هكا بديت في المدائح اول حاجة لازم تديرها في المدائح لازم تعرف كيفا تقسمها المدائح لازم تبدأ لي بالتعريف انت احا والتعريف ليس ذو اهمية كان اللي يقول لك شيخ راني لقيت واحد دير عصر الضعف من الاخوة الاساتيه الله يبارك ربي يحفظهم ان شاء الله المجتهدين في اليوتيوب اللي رهم دائما يشتهدوا معنا ويحاولوا ويحطوا في الافكار وكذا ربي يحفظهم ويجازيهم تخير الجزاء صح هذا الاساتيه من بينهم الاستاذ القدير استاذ خالد حماش وانا اوجه له تحية كبيرة يقدم اجتهدات ويقدم محاولات ربي يحفظه ان شاء الله وان شاء الله نتمنى له التوفيق والمواصل على هذا المنوان بعض التلميذ قالوا لي دير تعريف قال بان هناك المنفرة قديم وانتدر التعريف بان هناك المنفرة حديث انا اقول لكم بان التعريف ليس ذو اهمية ركزوا بارك فيما يقدمه الاستاذ هو يجتهد يعني ما شاء الله هذك الشيء اللي يقدمه ما شتوش شونتوا ما غير التعريف ها لا التعريف اصلا ما تشوفوش احنا التعريف باش تتعرف بارك هم تفهمين يعني كالتعريف ما كتحت تقدمه صح تعريف ثم ننتقل الى النمط والانماط اللي قادر يوظفها المدائح اللي هي النمط الوصفي وغير ذلك وبعد ننتقل للنزعات شنين النزعات اللي قادر يقدمها المدائح اللي هي النزع الدينية النزع كذا نزع كذا ونروح وبعدها للأسلوب الوصفي وبعدها نروح الى امر مهم اخر وهو العواطف الموجودة في المدائح اللي كنا نتحدثنا لها سابقا وهي عاطفة الشوق الحنين وعاطفة حب النبي صلى الله وعاطفة الندم على الذنوب ثم ننتقي إلى فكرة أخرى وهي الدوافع ما الدافع من نظم هذه القصيدة؟ ما هي الأهداف منها؟ ما هي كذا؟ معناه أنت قبل ما تبدأ بعدها تجعل حاجة أخيرة تماماً وهي الخصائص هذه الخصائص تجعلها هي الإخرى لماذا؟ لأنها تروح في التقويم النقدي هنا تساعدنا في التقويم النقدي هذه أما نحن نحتاجين في بناء الفكري؟ نحتاجين النمط نحتاج النمط للوصف لأن النمط للأسئلة لأن يؤثر في الأسئلة السيد ره يوصف ره يسرد ره يؤمر ونعودوا هارسين كيفاش نتعاملوا لان باقي الاسئلة مربوطة بمسألة النمط النزعات النزعة تعنا دينية إصلاحية سياسية وغيرو ذلك العواطف شين العاطف اللي رعدنا هنا اللي عند الدوافع معناها انتك تعود رح تحل السوجي تاعم المدائح ما لازمش تعود كيلة طرش في الزفن تلسه عريح تحل السوجي تاعمكش عافت رح يجيك احنا قلنا خلاص دو كان قريت المدائح صح بسم الله انا في الكرة ستاعي درت تعريف مدائح نمط مدائح نزعاته وعواطفه وجدت روحي من كل جهة صح حطيت سوجي قدامي كي بديت الحل في سوجي ذكرني عارف علاش كتبت القصيدة لمحاربة الظواهر لو مجون جينا عارفها جرى عندي فكرة مسبقة عليها عارف النمط عارف النزعات هني حلت البناء الفكري تايب كل سهولة الان كنا انتقل البناء اللغوي كنا دايرين كنا قيلين بلي انا بناء اللغوي كنا كم لو ديجا راح تحس بوحدة سعادة رائعة جدا صحنا نروح للزهد الزهد اللي جاء في عصر الضعف عدهم نفس الهدف مع المدائح وهو محاربة الظواهر اللي هو المجون تذكر الناس باصل دينهم واخلاقهم اخراج الناس من هذا الكهف المظلم وغير ذلك صحة ولكن زهد في تعريف ويختلف عن المدائح الزهد هو البعد عن الملذات والشهوات التعليمي هو تعليم الناس ومور دين والدنيا ولا التعليمي تقدر تدير تعريف تعكم الزهد مش مشكلة مهمناش تعريف همنا النمط ونزعات معنا انتك تعد ديجارك النمط درته تعريف النزعات درتهم العواطف درتهم مدوا في عدو وكاين الفيديو تحوهم في اسفل وصفك باش ترجع تراجع رايح يكون ايضا شي ممتاز تنتقل للسياسي نظر علمي كذلك نفس الشي نظر علمي الوحيد لنزل ما درتوش وراح نديلكم في الايام القليلة القادمة ان شاء الله ما نشعف علمي مدرتوش نسيته ما نشعف ننتقل للسياسي السياسي وش عندك عندك قضيتين لازم تعرف من السياسي خلاص لننتعامل مع الالتزام هنتخنف الحديث الحديث لازم تعرف بان جتنا ضواهر جديدة اللي هي الالتزام اللي هي التجديد اللي هي المذاهب الأدبية المدارس وغير ذلك السياسي لازم تعرف بان السياسي ركما تلاحظين بلا اني نسيت حاجة هنا ومقولتولي شاعلها المنفى يعني سيت المنفى ومقولتولي شاعلها السياسي وش طرح عندك قضيتين عندك قضية جزائرية عندك قضية فلسطينية السياسي أيضا تحتاج النمط تعوى مهم جدا نزعة تعوى أهم حاجة في السياسي هي النزعة نزعة التحررية القومية الوطنية والدنيا نزعة التحررية وهي الرغبة في التحرر والدعوة إلى محاربة المستعمر ومجابهته كذلك النزعة القومية هي الانتماء للبيت العربي والإحساس بما يحس به الوطن العربي وادعوة إلى التوحد وغير ذلك الدعوة إلى الوحدة العربية النزعة الدينية قلناها خاصة مفت nach our class النزعات لازم تعرفهم العواطف لازم تعرفهم والدواثع لازم تعرفهم علاج لأنك كالشعر السياسي لما تعرف الفرق بين القضية الفلسطينية وقضية الجزائرية وفرق الجوهري أن فلسطين خذلها العرب وتعرف قضية النكبة العربية وقضية يونيو لما تعرف هذ الأشياء تعرف الفرق بين أن قضية جزائرية ساعدها العرب ورح تولينا عاطفة الفخر بالعرب قضية فلسطينية لم يساعدها العرب وخذلها العرب وبالتالي رح تتبدلنا العاطفة تولي عاطفة الغضب من العرب شوفوا العاطفة جد بدلت الباقي كل شيء يبقى كيف كيف وبمعنى كتعام مع قضية فلسطينية وقضية جزائرية كتعام مع قضايا الالتزام وبالتالي أنت تعرف العواطف تعرف الدوابع تعرف النزاعات تعرف النمط وتعرف القضية ذي حد ذاتها بمعنى أننا كنا ندخلوا للشعر السياسي لازم نفهموا القضايا نحن كنا نروحوا للشعر المدائح لما تبدأش تمشي وخلاص لازم تفهم عصر الضعف قبل الولول قالوا شاسترافيف عصر الضعف قال مثلا التطار هجموا على العالم العربي فزدوا خمجوا نشروا مفهزة الأخلاقية وبالتالي جاءت المدائح كرد فعل نرجع للدافع كرد فعل على هذا وبالتالي هناك تربطت الأشياء برد الفعل تربطت الأشياء برد الفعل على طيار له المجون جاءت الأجمع حاربة له المجون تفهم بزاق صالح السياسي أيضا جاء كرد فعل على الحركة الاستعمارية لازم تفهم بأن البلاد العربية استعمرت لازم تفهم بأن الطيارات الأدبية قسمت إلى قسمين مجددين لهما الرومانسيين المقلدين لهما السياسيين ولكن اشتركوا في حاجة أنهم كانوا الملتزمين وبتالي ريح تفهم بزاف سوالح تنثق هذه السياسي أقولنا السياسي خلاص كمان تروح للرومانسي ثاني نفس الشي النمط النزاعات العواطف قدام لها تبدأ تحل في سوجيات حذاري لازم تعرف هذا السوالح ومن بعدها تروح تحل في سوجيات بكم تروح تحل في سوجي ديريبت راك ما تفهمش راك تحس روحك فاهم راك ينفرق بين راني فاهم وراني حاس روحي فاهم فرق شاسع بين أنك فاهم صح قال أنا فاهمت وفرق بين أنني حاس روحي باللي فاهم لأنك إذا كان حاس يتروح باللي فاهمت راك هنا خدعت وبالتالي لازم تبدأ كمانا البناء اللغوي انتقنا إلى بناء الفكري كل شعر بديد بالعصر الأول بديد تألم هذو ثلاث أشياء المدائح ندير له هذو صوالح الزهد ندير له صوالح النطر العلمي ندير له صوالح ومن بعد نبدأ نحل في سوجيات المدائح كده نبدأ نحل في سوجيات المدائح ديج المدائح را عندي فاهم مسبق لهجة كفهجة تعريفه شنه هو ما هي أفكاره ما هي أنماطه ما هي نزعاته ما هي عواطفه كش رح يهدر بمعنى تولي عندك القدرة أنك تحلس ويجي تولي تقدر تحلس ويجيب لما تقرأها لا لا لأنك فاهم أصلا فاهم علهجات المدائح أصلا فاهم شنه المدائح أصلا تكتعود فاهم الحاجة هذه وشنه فاهم هذه الحاجة وشنه وفاهم علهجات معناها قرأت القصيدة وش رح تولي لك قرأت القصيدة تولي لك شيء مساعد فقط معناها تفهم القصيدة باش تساعد روحك لأنك أنت هذك الفاهم رح تفاهم وإذا جيت أنت نهار الباك ورح تبدأ تفهم لي في القصيدة فأنت مخطئ أنا غالب هنا تمكش فاهم أصلا قضية الحزن جامعي سمعت بها جاي نهار الباك مثلا تقول لي ومبعد تقول لي الحزن جاينا الحزن مفهمتوش مفهمتوش طبعا لأنك أمكش غارية صح وكذلك العصر الحديث سياسي إذا كان سياسي تمكش فاهمه وراحت تمكش عارف قضية ززيرية وش فيها قضية فلسطينية وش فيها المقال أحفظ لتعريفه خصائصه رواده وكذلك ظهرت نوع ظاهرة جديدة هي ظاهرة التجديد سوف أنا نديره عليها فيديو إن شاء نروح وكملت العصر التاعك حليت سجيات لايبرك سياسي حليت فيها عشره الرومانسي حليت فيها عشره المقال حليت فيها ربعة و프� ami ننتقل إلى الشعر الحر نبدأ بظاهر الآلتزام حلو فيها ربعة سجيات ظاهرة الحزن حلو فيها ربعة سجيات ظاهرة الرمز حل فيها ربعة سجيات ظاهرة الغموض حدي تيقاف تقوم النقلي ويتسالي أمين وش الدير هنا هنا مجد انتفل بناء الفكري هك فاهمت هذا كانها خلص بناء لغوي نظمت كلها. كيف Sched薄 فرص بناء أورو فكري ؟ متحدث البناء الفكري، تبدأ.. أولا ‫أولا ذور عنوان تعلم مع بعض وحètres، and this is about length like it كنت نراجع كنت أقول أنك كنت نراجع كنت أقوم dicen نراجع كنت أقوم بتحقيق أولاً هيا شوف كراس كفهلي البناء الفكري كراس خاصة ببناء الفكري شوف معي العصور أدبياً ندير كراس تعيين ندير العصور كما يكون دير درقة وبعد ندير أولاً عصر الضعف ها عصر الضعف خلاص نبدأ في عصر الضعف تعريف عصر الضعف عصر الضعف هو العصر الذي تعرضت فيه البلاد العربية الاستعمار من طرف تطر فأفسدوا كذا 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 هذين سموها تمهيد هذا التمهيد خطير جداً هذا مهم جداً باشتفهم كالأشعار على وهجات صح واحد المدائح شوف شوف كفهلي حتراجع صح المدائح مدائح تعريف نمط خصائص دوافع خصائص خلوهية تلي من بعده مجدرنا نزاعات عواطف قيم وغير ذلك خلاص كمت مدائح كمت مدائح الله يبرك وهذا بناء فكري في نفس الوقت هذا وشني راح تقوم نقضي انك عارف اسباب على هجات المدائح احنا قلنا دوافعوها ما تنساوش ننتقي الى اثنين يا أخوي اكملت المدائح هيا نروح للزهد هيا الزهد الله يبرك نبدا نفس الحكاية تعريف خصائص وغير ذلك حتى تكمل كملت الزهد يا أخوي انت ملاحظة الشعر الزهد هو الشعر التعليمي ولكنهم يختلفان في كذا وكذا وكذا صح النصر علمي كملت عصر الضعف عصر الضعف ستكمل في ربعة خمس صفحات مابا ربعة خمس صفحات تأكل رأسة معناها مابا صفحتين صفحة المدائح وصفحة للزهد سنموا عليكم مابا صفحتين مع التمهيد هذا وتعود الحكاية أمريقلا وبالهذه اللي تشتوها كما هذا للصحابات هل تعرفوا ذلك السؤال عندما فهمتم؟ وبالتالي خلاص عصر الضعف كملت وننتقل إلى عصر النهضة عصر النهضة ندير في الوسط عصر النهضة أولا أسباب مثلا أولا شعر المنفى تعريفه أسبابه دوافعه خاصة هذو كامل الحكاية أنا حكيها لكم طف يجدين تعرضت البلاد العربية للاستعمار فنوفية مع مجموعة من شعراء الخرج ومن بين هؤلاء الشعراء البارودي وأحمد شوقي وكتبوا ما يسمى وكتبوا بالشعر المنفى فما هو شعر المنفى؟ في التمهيد ندير هذه الحكاية هذه أولا شعر المنفى تعريفه هنا مطهو خصائصه ودوافعه ونزعات وعوات خيمة فهمتوا الحكاية ممتوهش؟ صح ننتقل إلى ياخوي كمة المنفى وبالتالي كان شعراء تنفوه بالصح كان شعراء ما تنفوه كتبوا في شعر المنفى وشكتبوا في شعر السياسي ومن بينهم مفدي زكريا تعريف شعر السياسي قضايا الشعر السياسي قضية فلسطينية قضية جزائرية ما تفهمين؟ ومن بعد ننتقل إلى الرومانسي أنت أكيد في الشعر السياسي راك راح تتلقى الظواهر النقدية اللي هي الالتزام والتناص هني ديرهم ديجا ومن بعدها قال رومانسي تعريفه وأنماطه وخصائص ودوافع هني نسيت واحد الحاجة هنا ظواهر نقدية هني ديرهم كتروحوا في فيديو تعالي ماذا تلقوني ديرهم؟ ثاني ديرهم ظواهره تنتقل إلى شعر مدائح الزهد النطر العلمي رحنا المنفى السياسي الرومانسي المقال رحنا الشعر العربي المعاصر الشعر الحر تعريفوه دير ثاني ديباجة كما هذي ولا تمهي كما هذة مع الحكايات راح التقويم النقدية التاعك تلقى راحوك انتلخصوا انتدرتوا تفرج فيديو تعالي استدحيكم هاو يحكينا على المدائح هاو تعريفة هاو كذا هاو المدائح ينحل سوجي كيت حلسوجي طبليك يتطبق هذه كل الحكايات التي شفتهم في الفيديو تطبقهم في أرض الواقع ولا تتوسيهم خلاص فهمت مدائح أصلا انتهت تقومي من نقدي ولا هذة شو ندير بهم انا تقومي من نقدي تقومي من نقدي احنا اذا كان راح تحفظ في حفظ سمرك غالط ولكن تقومي من نقدي لازمنا انهزوه وانطبقوه طبقوه في الناس نهاري نطبقوه في الناس يترسخ اوتوماتيك اذا هذة هي الفكرة اللي حبيت نوصلها لكم كيفاش تراجع اول شي نبدأ توع اوله بناء لغوي كما علمتكم ما تفاهمين ؟ ثانيا نلardeelكم البناء الفكري ثانية اذا حبيتوني انديركم الراسов على جهلكم انا مانجة ديركم الراس في الحقيقه ولكن اذا حبيتوني أنديركم الراس نديركم نموذج تحبو اتشوفوه وتركوا لي فقط في التعليقات لا تبخلوش علينا بتعليقات تعكم لا تبخلوش علينا بالانتقادة تعكم اذا عجبك في الفيديو من الفيديو ادير صحابك ان اشوفوه إذا ما عجبكش الفيديو دير ديز لايك وسبنا وضب الرأسك إذا نتمنى لكم توفيق نتمنى نشوفكم ناجحين ونتمنى نشوفكم في العلالي وهذا هو الهدف وتلكم هي الغاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته